فشل مجلس الامن الدولي في منع الحرب في اوكرانيا وفشل في انهائها حقيقة صادمة جاءت على لسان الامن العام للامم المتحدة انطونيو جوتيريس وذهب جوتيريس الى ابعد من ذلك بالاقرار بصعوبة اصلاح مجلس الامن الدولي في المستقبل المنظور اقرار بواقع الحال الذي رافق المنظمة الدولية في العديد من الازمات والصراعات الدولية الكبرى منذ قيامها حجم الاخفاق يبدو اكثر وضوحا هذه المرة كون روسيا احد طرفي الصراع عضوا دائما في مجلس الامن ويملك حق النقض ووصل الامر الى اعلان روسيا مقاطعة اجتماع لمجلس الامن واكتفت الامم المتحدة بدور خجول بالمساعدة في اجلاء المدنيين المحاصرين في ماريوبول اخفاق جديد يضاف الى سجل طويل صاحب المنظمة منذ النشأة فالمنظمة التي ظهرت الى الوجود عقب الحرب العالمية الثانية هي نتاج طبيعي لمنتهت اليه الحرب وخلال اكثر من سبعين عاما تغير العالم كثيرا عما كان عليه عشية انتهاء الحرب ظهر الانقسام والاستقطاب واضحا خلال ازمة اوكرانيا معسكر غربي يضم الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي وحلف الناتو ودول ومنظمات اخرى في مواجهة روسيا وخارج هذا المعسكر تبدو مواقف الدول الكبرى الاخرى اما اقرب الى الموقف الروسي مثل الصين او تلتزم حياذا ظاهريا يصب لصالح موسكو مثل موقف الهند رئيس الاركان الامريكي عبر عن هذا الانقسام بقوله اننا مقبلون على عالم جديد وان الولايات المتحدة تواجه تهديدات متصاعدة من روسيا والصين واقع يعيد الحديث مجددا عن ضرورة الاصلاح السريع والجدرية للامم المتحدة بما يعكس طبيعة التغيرات التي شهدها العالم خلال العقود الماضية او ظهور منظمة بديلة قادرة على استعاب تلك المتغيرات والتعامل معها